وأبدأ عدد من المواطنين ارتياحهم بعد لقاء جلالة السلطان المعظم شيوخ ولايات محافظة جنوب الشرقية اليوم بحصن الشموخ العامر بولاية منح والذي تفضل جلالته وتحدث عن عدد من المواضيع في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والتي تحقق أهداف التنمية المستدامة المنشودة وبناء حاضر زاهر ومستقبل مشرق لكل أبناء الوطن أينما كانوا على هذه الأرض الطيبة بلا شك حديث جلالته عن الاستفادة من المنطقة الاقتصادية البحرية المهمة التي تطل عليها محافظة جنوب الشرقية هو توجيه للاهتمام بالاستزراع السمكي الذي يعود أحد أعمدة تطوير القطاع السمكي في السلطنة ويجب التركيز عليه بما يخدم رؤية السلطنة في تنويع مصادر الدخل ذكر مولانا في حديثه موضوع التعليم وذكر موضوع الصحة كما أنه ذكر توجيهاته السديدة لدعم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وهذا دليل على أن مولانا يستشعر ما يحتاجه المواطن بنفسه وهذا أيضا دليل على أنه يلامس ما يحتاجه المواطن سعداء بتوجيهات جلال السلطان هيثب بن طارق حفظه الله ورعاه فيما يخص تنمية المحافظات ونتمنى من مكتب سعادة المحافظة ومكاتب سعادة الولاة بترقمة هذه التوجيهات بشكل سريع ورغابة الأداء لكي نلامس هذه الطموحات ولكي المواطن يستشعر هذه الإنجازات بإذن الله التوجيهات التي حققتنا اليوم وكانت واضحة ذات شفافية كبيرة التوجيهات حول تفعيل مؤسسات المجتمعات المدنية تفعيل كذلك المفاصل وميزات ذات النسبية بالنسبة للمحافظات كان الخطاب واضح وكذلك التوجيهات بأن هناك فعلا دعم حقيقي لمؤسسات المجتمع المدني على سبيل المثال جمعيات المرأة العمانية الأندية في الخطاب الأخير أو في التوجيهات الأخيرة أن هناك فعلا توجه في تفعيل دور الأندية وما لها من دور في تنمية المجتمعات الشبابية أو كانت اجتماعية أو رياضية توجيهات السامية بتمويل البرامج الخاصة بريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلا شك من شأنها توفير العديد من الفرص لتنفيذ مشاريع من قبل هذه المؤسسات لترفض الاقتصاد الوطني إلى جانب توفير فرص عمل توجيهات السامية جاءت في الوقت الذي يحتاج إلى رواد الأعمال وهذه التوجيهات جاءت من خلال النظرة الثاقبة التي رأاها مولانا جالات السلطان في أهمية قطاع رياضة الأعمال وأيضا قطاع رواد الأعمال بحيث أن يشهد هذا القطاع أو يقوم هذا القطاع بتنمية الاقتصاد المحلي وأيضا يغطي على جانب كثير من الاحتياج السوق المحلي في السلطان نحن جدا سعيدين بالخطاب السامي نشكر جلالة السلطان على دعم الشباب وقاءت صراحة هذه المبادرة في وقتها هي أسعدتنا وتعطينا حافظ أن نستمر في رياضة الأعمال وفي أعمالنا التقارية سعيد جدا بهذه التوقيهات السامية ويثلق الصدر إن صح التعبير ويدعو كل شاب عماني إلى أنه يتوقف إلى مقال رياضة الأعمال حقيقة طبعا نشكر حضرة صاحب القرالة لتوقيهات السامية التي تحث على دعم رواد الأعمال وذلك سيجعل توقها مختلفا تماما للباحثين عن عمل وسوف يوفر لهم فرص عمل جديدة الآن الحمل يقع على عاتق الشباب أنفسهم في استثمار واستغلال هذه التوجهات لخدمة مشاريعهم إن شاء الله أيضا ما ننسى دور المجلس البلدي بالولاية والمحافظة أيضا في دعم هذه المشاريع ما نتمنى فعلا أن الشباب يجهزوا خططهم يجهزوا مقترحاتهم تناقش يذهبوا إلى كثير من رواد الأعمال موجودين في المحافظة يناقشوهم في هذه الخطط لتخرج استثمارات شباب وهذه المؤسسات بالطريقة المناسبة التي تواكب فكر الاستدامة الموجودة والتنمية الشاملة التي رعاها جلالة السلطان هيثم حفظه الله هذه التوقيهات السامية التي صدرت اليوم أشعرتنا بالارتياح والسعادة الغامرة لأن فيها لفتة حانية من جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه لرواد الأعمال تعطينا أمل وتعطينا حافظ كبير في المضيء وتقديم الأفضل لأنه عارفين ومتوقعين أن إن شاء الله بنحصل دعم كبير من الحكومة ومساندة من قبل الجهات المعنية تنفيذاً لهذه التوجيهات السامية ترجمة نانسي قنقر